موقع ملجمال السياحي هذه المدينة الأثرية والتي دخلت ضمن قائمة التراث العالمي وأصبحت أيضا من المواقع السياحية والأثرية المهمة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم الكثير من هذه الاكتشافات الأثرية والمواقع لعل من أبرز خلفنا هذه الجدارية هذا المرسوم الذي يعود للعصر البيزنطي للمزيد أكثر عن هذا المرسوم يصررنا أن يكون معنا الدليل المحلي الأستاذة سمر الله يعطيك العافية سمر الشرور تحتينا عن هذا المرسوم وهذه الجدارية هذا المرسوم اسمه مرسوم انستاسيوس أو جدارية انستاسيوس هي بتحكس فترة الحاكم البيزنطي انستاسيوس خلال فترة بين 491 إلى 518 طبعا هذا المرسوم هو عبارة عن 160 كتلة بازلتية مكتوبة باللغة اليونانية هي عبارة عن 300 سطر بتحكي عن عادة التنظيم هي بتركز على الأمور العسكرية ولكن هي بتحكي بشكل عام عن عادة التنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أم الجمال اللي احنا شايفينه اليوم هو عبارة عن ريبليكا أو مش النقوش الأصلية النقوش الأصلية خلال الفترات السابقة نقلت إلى مكان إلى موقع أثري مهم جدا أيضا وهي الآن معروضة للزور نتحدث عن هذه الرسومات النقوش الموجودة داخل هذه الأحجار اليوم احنا لما نحكي عن نقش زي النقش انستاسيوس والغريب فيه أنه وين النقش على الأرض الواقع هو فعليا مش موجود اليوم بأم الجمال وهو اليوم موجود بقصر الحلبات وهذا النقش هو عبارة عن تنظيم الحياة الاجتماعية بهذه الفترة خاصة لما نحكي عن الفترة البيزنطية دايما السؤال بيطرح نفسه وين هذا النقش كان في أم الجمال بالسابق في عنا موقعين مقترحات أنه كان هذا النقش بالأصل إما في مبنى على الجدارية الخارجية للكنيسة الغربية وهي واحدة من الكنائس المداخل الموقع الأثري والمدرسة الأثار الأخرى بتحكي لا هي كانت عبارة عن على جدار هو المبنى الحاكم أو دار الولاية أو الحاكم الإداري في أم الجمال وبالتالي سواء كانت على مبنى الكنيسة الغربية أو على دار الولاية هي بالنسبة أنه بالأصل هذا المرسوم هو من أم الجمال هو بيعكس الحياة كانت قبل خلال فترة القرن الخامس نتحدث أكثر للمشاهديين هذه النقش التي نشاهد على الأحجار يعني لو تحطينا بعض العبارات معانيها على ماذا تركز اليوم في هذا النقش فيه بحث نشر عنه خلال بعثات أثرية تم دراسة هذا النقش بالتفصيل هذا النقش هو واحد من النقوش المجمال المهم جدا وخصوصا أنه هذا النقش هو بيعود فقط للفترة أو خلينا كتب باليونانية ولكن نحن ما بدأ نخفل أن النقوش أم الجمال أيضا كتبت بلغات أخرى زي اللاتينية وزي العربية والصفوية وأيضا النبطية وبالتالي فالغناء أو القيمة التراثية لنقوش أم الجمال لأنها مش بس بتعداد اللغات ولكن أيضا بالكم الهائل من النقوش لليوم مش بس تشوفوا على هذه الجدارية أنت اليوم لما تزور أي مبنى في أم الجمال بتلاقي نقوش معينة سمر سرور أعطيك العافية الدليل المحلي في موقع أم الجمال الساحية أعطيك العافية الله يعافيك أهلا أهلا وسهلا يعني كما تحدثت دليل المحلي هذه الجدارية ما يمثل عبق التاريخ يجمع ما بين الماضي والحاضر لهذا الموقع السياحي لبرنامج بيت لكل يوسف المشاكل ترجمة نانسي قنقر